شفاعة تسع يوم القيامة وهو لا يعود في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه والله يطأ جمرتين بأخ مصير جديه يغلي منهما دماغه ويظن أنه يشد الناس عذابا وهو أخفه للنار عذابا والشفاعة الثالثة الشفاعة للرسل والمؤمنين والصالحين في أصحاب الحقوق الذين استحقوا دخول النار فيشفعون في منعهم من دخول النار الناس اللي عليهم الحقوق الناس المسلمون الذين عليهم حقوق ويستحقون بها دخول النار فيشفعوا في مشافعون فيمنعونهم من دخول النار والشفاعة الخامسة الشفاعة في إخراج المؤمنين من النار وهذه درجتان درجة شفاعة المؤمنين والرسل والأولياء والملائكة والدرجة الثانية شفاعة رب العالمين جل جلاله إذا انتهت الشفاعات يقول الله تعالى انتهت شفاعات الشافعين وبقيت شفاعة أرحم الراحمين فيقول لملائكته انظروا من كان في النار بمن قال لا إله إلا الله فأخرجوه منها وكذلك يقولوا انظروا من كان في قلبهم يتقالوا ذرة من إيمان أو من خير فيخرجون منها قد يسودوا ومتحشوا فيلقون في نهر الحياة فتنبتوا أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل الصي ثم يؤمروا بهم من الجنة والشفاعة الأخرى الشفاعة في دخول الجنة وهي أيضا مختصة بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو أول من يحرك الحلقة فتفتح له أبواب الجنة الثمانية والجنة يرونها من بعيد وهي مفتحة لهم الأبواب لأنه سبقهم الرعيل الأول نعم سبقهم الرسول صلى الله عليه وسلم الرعيل الأول معه والشفاعة التي بعدها الشفاعة في جمع الشمل وهي المذكورة هنا في هذه الآية أن يكون الإنسان يستحق مقاما عاليا من الجنة ولا يستحق هو أحبته وأهله فبينهم مسافات هائلة في الجنة فيشفع فيهم فيجمع شمله بهم يرفعون إليه وهذا يشمل الآباء والأمهات ويشمل أيضا الأولاد يشفعون في آبائهم وأمهاتهم والعكس الأولاد والأمهات أيضا يشفعون والذرية تطلق على الأثنين معا والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان هذا الشرط الحقنا بهم ذريتهم ذرياتهم وهذا يشمل الآباء والأمهات الذرية تطلق على الآباء والأمهات ولذلك في سورة ياسين وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الوركي المشحون معناها آباءهم أجدادهم هم الذين حملوه في الوركي المشحون والشفاعة الأخرى في رفع درجة من دخل الجنة فترفع درجته بالشفاعة وهذه أيضا منها شفاعة الرب جل جلاله وشفاعة الشافعين في رفع الدرجة حتى ولو لم يكن للنسان ما يستحق به الفيردوس يرفع حتى يصل للفيردوس العلى بالشفاعة هذه الشفاعات بسر الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفيردوس العلى من الجنة